فيما لا تزال الأزمة السياسية تخيم بظلال على المشهد العراقي بعد إخفاق البرلمان في الحصول على النصاب اللازم لمناقشة الوضع الأمني حصدت تفجيرات إرهابية أرواح ثمانية أشخاص على الأقل في هجمات متفرقة بشمال العراق في وقت أعلن رئيس الحكومة نور المالكي عن إجراءات أمنية جديدة قتل سبعة عراقيين على الأقل وأصيب العشرة في سلسلة هجمات شمالية بغداد بينها تفجير سيارتين مفخختين في محافظة صلاح الدين وانفجار ثلاث عبوات ناسفة في ساحة لبيع الماشية بكاركوك كما نجا محافظ صلاح الدين من محاولة اغتيال بتفجير مزدوج استهدفت موكبه وفي بغداد هاجم مسلحون انتحاريون مقرا للجيش في ناحية الطاريمية ما أدى إلى مقتل ثلاثة وجرح سبعة من عناصر الجيش وتأتي هذه التفجيرات الجديدة بعد يوم دام شهدته مدن عراقية عدة نتيجة تفجيرات أدت إلى مقتل أكثر من تسعين شخصا سياسيا اتهم رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي رئيس الوزراء نوري المالكي بالاستعلاء على مجلس النواب وعدم احترام سلطته وقال النجيفي في مؤتمر صحفي أن المالكي لا يستجب لطلبات البرلمان المتكررة إثر رفض هذا الأخير حضور جلسة استجواب أمام البرلمان العراقي لمناقشة التداهور الأمني تصريحات النجيفي جاءت عقب إلغاء جلسة طارئة لمجلس النواب العراقي كان مقررا لها أن تناقش الوضع السياسي وتداهور الأمن الأخير وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني لها وقد حضر 134 نائبا فقط أي أقل من الحد الأدنى لاكتمال النصاب وهو 163 نائبا لتتحول الجلسة إلى تشاورية وجاءت هذه التصريحات لتصعد الأزمة السياسية المتفاقمة منذ أشهر بين رئيس الوزراء العراقي ورئيس البرلمان الذين ينتميان لكتلتين سياسيتين متنفستين هما دولة القانون والقائمة العراقية وكان رئيس الوزراء العراقي قد دعا إلى مقاطعة هذه الجلسة معتبرا أنها ستتحول إلى منبرا للخطاب الطائفي وأشار المالكي لأن أعمال العنف ذات الطابع الطائفي خلال الآونة الأخيرة مرتبطة بأجندات خارجية كما أعلن أن حكومته بصدد إجراء تغييرات بالمواقع والخطط الأمنية على خلفية الجرائم التي ارتكبت بتفجير سيارات استهدفة المواطنين في بغداد والبصرة ومحافظات أخرى والتي أخذت تتكرر وبكثرة في الآونة الأخيرة وتؤدي إلى إزهاق أرواح بريئة من أبناء الشعب العراقي وهذا يذكرنا بالجرائم التي كانت ترتكب يوم كان العراق ساحة للإرهاب والإرهابيين ولكن عودة هؤلاء هو استثمار لعدم الاستقرار السياسي والذي أدى إلى عدم استقرار مجتمعي بسبب الفتنة الطائفية التي ارتبطت هذه المرة بمعطيات خارج الحدود وأكد المالك عزم القوات الأمنية على التصديل للإرهاب منعا لعودة الحرب الطائفية فيما سينظر مجلس الوزراء في اجتماعه بملفات السياسيين متهمين بدعم العنف والإرهاب